المنصق الامن الكيني ده لنا بقى كلام تاني معاه الفترة اللي جاية لان بصراحة المنصق ده تحديدا مش اول مرة تحصل مشكلة كان موجود قبل كده في كذا مباراة مع النادي الاهل وحصلت مشاكل برضو تنظيمية فاحنا مش عارفين الاتحاد الافريقي هل بيختار ناس مسؤولة عشان تقوم بواجبها في هزي المباريات بشكل صحيح ولا الاختيرات بتبقى ليه علاقة بالمناطق الجغرافية اللي قريب من البلد اللي فيها المطش يتفضل يسافر ويلحق ويروح ما عارفش بصراحة التحضير بيبقى ازاي ولكن مباريات الاهل تحديدا فيها مشاكل تنظيمية من الفرق اللي بتصديف الاهل في هذه البطولة بكل امانة وبكل صراحة البعثة الحمد لله وصلت بسلامة الله نهاردة زي ملت لحضراتكم راحة بقرة تدريب رئيسي وفي اعتقادي وحسب معلوماتي ان كولر ان شاء الله بإذن الله عيحضر لمطش العودة بشكل كويس جدا مش عايزة اتكلم عن اللي فات زي ما بيقول كده في المثل الشعبي اللي فات مات انت خسرت بهدف مقابل لشيء تقدر تعود وتقدر تعود وتكسب واللي مزعل الواحد بس ان فريسان داونز مبارح مش احسن شيء فريسان داونز على فكرة عنده غيابات كتيرة وكان من المفترض اللي احنا نستغل لهذه الغيابات ونرجع بنتيجة جرية ولكن خلاص المباراة انتهت نركز في اللقاء العودة نقدر نكسب اه نقدر نكسب نقدر نتخطي سان داونز اه نقدر نتخطي سان داونز ولكن محتاجين مجهود بدني كبير جدا محتاجين تركيز من الجهاز الفني في المباراة حديدا وفي التشكيل ووارد جدا تحصل تعديلات وتغيرات في التشكيل عشان يواكب نتيجة لقاء الزهاب ويقدر يعود في لقاء العودة عشان يتأهل الاهل محتاج يكسب اتنين سفر واحد سفر هتروح لرقلات الجزاء على طول واحد سفر هتروح لرقلات الجزاء على طول فاتنين سفر ان شاء الله الاهل يتأهل سبق للاهل الفوز على سان داونز هنا اتنين سفر من حوالي سنتين ثلاثة وكان ساعته سان داونز عنده لعبين على اعلى مستوى كان عنده لعبين على اعلى مستوى والأهل يقدر يكسب ويتأهل فالأهل إن شاء الله يقدر يكسب ويتأهل ولكن تركيز من الجهاز الفني أكيد هتكون فيه تعديلات من الجهاز الفني مرس الكولر على التشكيل وارد يبدأ بأكرم وارد يدفع في البداية بقهربة وارد يكون فيه تواجد لحسين الشحات نتمنى يا رب يكون فيه جهزية واستعادة مستوى وتواجد لإمام عشور في الفترة اللي جاية ده مهم جدا على فكرة على مستوى التشكيل ولكن كل التفاصيل الفنية دي أكيد مهمة للفريق عشان يقدر يتخطى لقاء العودة ويتأهل للنسخة الأولى من أو يتأهل للنهائي النسخة الأولى ولكن كل الشغل ده كويس قوي المطلوب بقى إيه خلال الساعات اللي جاية جماهيري النادي الأهلي اللي هتروح الساد القاهرة مع عندها شغل حاجة واحدة هتعملها تشجع الفريق في التسعين ديئة مش عايزين تشجيع قبل المباراة إطلاقا جماهيري الأهلي فهمة ووعية وعارفة هي تعمل إيه لكن مطلوب مسندة ومؤذرة وتشجيع بصوت عالي جدا خلال التسعين ديئة حتى الآن فيه تلاتين ألف متفرج حتى الآن فيه تلاتين ألف متفرج نتمنى يا رب نتمنى واحتمال نتمنى يا رب بإذن الله خلال الساعات اللي جاي الأعدد يزيد أنا مش هتكلم فيه أي أمور لأنه ما فيش حاجة رسمي ولكن أنا عارف أنه فيه اتصالات كبيرة جدا بتبذل من إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الجارية لزيادة العدد المسموح بالنسبة لي الجماهير في استاد القاهرة نصر إلى أربعين نصر إلى خمسين ده هتحدد خلال الساعات اللي جاية ممكن وإحنا على الهوى دلوقتي إن شاء الله ممكن يكون فيه حاجة نتمنى يا رب إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية ولكن المطلوب من الجمهور الإدارة بتبذل مجهود كبير جدا عشان الفريق يصل من جنوب إفريقيا بسرعة وده حصل بتزود عدد الجماهير في مباراة اللي أربع إن شاء الله هيحصل خلال الساعات اللي جاية فالجمهور اللي هيحضر نفس اللي حصل في المباراة الإفريقية مع الهلال السوداني والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد المغربي إن شاء الله هيحصل في مطش سانداونز مسندة ومؤذرة والجمهور اللي يروح معندوش غير حاجة واحدة بس يساند ويشجع في التسعين دقيقة الفريق المنافس بيخافوا بيخافوا من الساد القاهرة بيخافوا لما يشافوا جمهور الآله مالي الملعب بيخافوا وبيقلقوا وعلى فكرة عندهم قلق وتخوف كبير جدا وأي تصرحات هتطلع من رولاني ميكوينة خلال الساعات اللي جاية مش هتدل غير إن الحاجة واحدة بس الراجل ألان جدا والرجل خاف جدا والرجل على فكرة عنده مشاكل كتيرة جدا في جنوب إفريقيا خسر بـ 30 كاس تركيزه في البطولة إنه لو خسر الدوري الإفريقي ومشاكله في دوري عطان إفريقيا هتبع عنده أزمة في الاستمرار مع سانداونز فالضغوط على سانداونز أكتر الدغوط على سانداونز أكتر سانداونز عنده غيابات مهمة جدا بتأثر في شكل الفريق ولكن مطلوب مننا إن شاء الله إنه نقدر نستغل هذه الغيابات الجمهور يروح ينسى نتيجة الزهاب راحين نكسل سانداونز 2-0 نلعب برجولة الجمهور يساني التسعين ديئة مش عايز أن لكم بقى يبقى الصفافير على الفريق المنافس لما يستدم القورة يبقى التشجيع والمسندة خلال التسعين ديئة أنا عارف جمهور الأهلاء هقدر يعمل إيه زي ما عمل في مواقف كتيرة جدا أنا لو فتحت كتاب التاريخ وكلمت على مواقف جمهور الأهلي أمام الفرع المنافسة لما لقى لي بيحتاج مكسب التاريخ الحمد لله عامر بالتفاصيل الإيجابية عامر بالكواليس المفيدة للأهلوية كلها في كل البطولات فيه سواء دور أبطال أو كونفدرالية سي سبورت الإفواري 2015 أو 2014 نهائي كاسة كونفدرالية مطش القطن الكاميروني 2008 الهلال السوداني خلال دور أبطال إفريقيا العامل الأخير يعني أحداث كتيرة جدا للآله قدر يتخطى بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجمهوره اللي بيقدر يحضر ويشجع خلال التسعين ديئة عشان كده أنا جاي بحالة معلومية عالية لأن أنا عندي توقع وعندي إحساس وعندي معلومات الأهل يقدر إن شاء الله يتخطى معمولي دي صندوز وكنا ممكن نعمل ده في الزهاب ولكن قدر الله ومشاء فعل طيب إيه بقى الأمور السلبية اللي بتواجه الأهل في البطولة دي وأنا هنا من البداية اتكلمت إن في مشكلة في تقنية الفيديو وفي مشكلة في تعينات الحكام وفي مشكلة في النسخة الأولى للدور الإفريقي بخلاف المشاكل التنظيمية في مشكلة كبيرة جداً في موضوع التحكيم هضع أمام حضراتكم التفاصيل كاملة هضع أمام حضراتكم التفاصيل كاملة سواء للمسؤولين أو للقائمين على تنظيم هذه النسخة أو للإعلام أو للجماهير أو كل واحد مهتم بالشأن هذه البطولة النادي الأهلي النادي الأهلي أصبح أو أصبحت مبارياته أهم شيء عند لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي الناس تقول لي أهم شيء يعني يجيب لك حكام كويسين لا هم بيحسبوهاش كده من أهم المباريات اللي عليها متابعة إعلامية وجمالية كبيرة هي مباريات النادي الأهلي فكل واحد عايزي جامل بيحط الحكم اللي يخصه في مباريات الأهلي إزاي قلت قبل كده فيه طاقم تحكيم من إفريقيا رايح كسعالم في إندونيسيا في الفترة من 10 نوفمبر لل2 ديسمبر الحكام دول راحين عندهم الحكام الأفريقى عندهم كسعالم للناشئين في إندونيسيا خلال خلال عشر أيام يعني خلال عشر أيام لجنة الحكام عشان تدعم حكامها بتحطوهم في مطشط الأهلي أيا كان مستوام الفني أيا كان مستوام الفني يعني أديكم مثال حكم الفار لحلو بن براهم ودانيا اللارية كانوا موجودين في مطش سيمبا والأهلي في تنزانيا هيكونوا موجودين في مطش الأهلي وصانداونز حاجة تانية بيرقتشوا الحكم الجابوني فاكروني لأقدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي ده رايح كاس عالم للناشئين تحت 17 سنة جابوه حكم مطش الأهلي وصانداونز طيب مين تاني؟ ده حان بيدة الحكم الموريتاني جابوه حكم مطش سيمبا والأهلي أنا بقول لكم الحكام اللي رايحين كاس العالم اللجنة بتجابهم في مطشط الأهلي مش عشان مستوام الفني لا عشان تدعمهم تبتدعمهم ازاي؟ لما الفيفا يشوف ان الحكام دول موجودين في أهم مباريات في الدور الإفريقي يبقى اختيارات لجنة حكام الكاف صح فلجنة الحكام في الكاف بتعمل ايه؟ أنا ترشيحاتي صح فحكامي دول الراحين كاس عالم بدعمهم بوجودهم في مباراة الأهلي بس آسف ده مش هيجا لحساب الأهلي يعني ده ما يجيش لحساب الأهلي انت عندك مشكلة مع الحكام دول ما يجيش مباراة الأهلي ما انت بدليل مصطفى غربال وديتو في ماتش سندانزو بترتكو وماتش محسوم امينو عمر وديتو في ماتش الترجل وديتو انتعرف ان هو ماتش مصير وماتش مهم لكن عشان مباراة الأهلي مباراة فيها متابعة جمالية كبيرة فبتدعم حكامك عشان تقول أنا ترشيحاتي سليمة في ترشيحها الحكام دول لكاس العالم اسفين مش هيجا لحساب النادي الأهلي والحاجة التانية الخلاف اللي ما بين فيكتور جوميز والسنغالية فاتو جي عضو لجنة الحكام في منطقة غرب إفريقيا السنغالية عضو لجنة حكام في منطقة غرب إفريقيا فاتو جي الخلاف ده ما يجيش على حساب الأهلي الخلاف ده ما يجيش على حساب الأهلي فيكتور جوميز بيدعم النازمة على الكسافة فيجيب لك الست بتاعت موريشيوس يحطها في ماتش الأهلي والاتحاد العاصمة يحطها في ماتش الأهلي والساندونز السنغالية عايزة تدعم رجالتها فتجيب لك عيسى سي فماتشل اهل وساندونز يا جماعة المشاكل اللي بينكم داخل لجنة حكام افريقيا مش هديجها لحساب النادي الاهلي انا بقول لحضراتكم بضع امامكم الصورة كاملة عشان الناس تعرف ليه التحكيم في افريقيا بعد تعيين اللجنة دي من شهر ونص فيه ازمة الكواليس اللي ما بين الحكام اللي بيديروا لجنة الحكام في افريقيا ما بينهم مشاكل ما بينهم مشاكل في مشكلة مع الحكامة السنغالية عضوة اللجنة عن منطقة غرب افريقيا مع فيكتور جوميز فيه ماتش قريب من جنوب افريقيا هات الحكامة ماريا ريفت في ماتش الاهلي الحكامة السنغالية عايزة تدعم عيسى سي اللي ما حكمش اي مباراة في البطولة هاته في ماتش الاهل وساندونز كل واحد عايز يجامل يجامل في ماتشات الاهلي الحكامة دي مش رايحة كسعالم لان انا نبارها برضو سمعت الناس تقول لك ايه ماريا ريفت عندها كسعالم فالكاف بيدعمها عشان رايحة كسعالم لا هي مش رايحة كسعالم اللي رايح كسعالم حكام الفار اللي كانوا في ماتش السنبا والاهلي واللي هيكونوا في ماتش الاهل وساندونز لحلو بن براهم ودانيل لاريا ماريا ريفت ما عندهاش كسعالم اصلا ماريا ريفت بيتمهم جملتها عشان كأس العالم عشرين ستة وعشرين الموضوع اللي هي ابعاد اكتر من كده موريشيوس منتملة منطقة كسافة منطقية جنوب إفريقيا مين مسؤول عن منطقية جنوب إفريقيا فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام اللي تولى مسؤولية تطوير التحكيم في إدارة الاتحادات في الاتحاد الإفريقي الرجل لسه معتزل فجأة بسرعة الساروخ بقى مسك كذا داخل الاتحاد الإفريقي لو كل واحد عايز يجامل الزوم بتاعه والدائرة بتاعته أسفين الكلام ده ما يجيش على حساب النادي الأهلي الحاكمة دي بلا خبرات بلا خبرات إزاي تتقرر للأهلي مرتين ماتش السوبر بقى خطاقها والماتش الأخير للأهلي مع ساندونز في بريتوريا وبعدين أنا عايز أفهم عادل زوركة الموجود في ماتش سيمبا والأهلي في القاهرة يرجع المغرب يطلع تأشيرة يسافر بسرعة على جنوب إفريقيا إزاي هو من قلة الحكام يعني هو من قلة الحكام تجيب حكم كان بيحكم ماتش الآهلي وسيمبا في القاهرة يوم الأربع يسافر يحكم ماتش الآهلي وساندونز يوم الحد حتى لهو إيفار مع ماريا بس إزاي يا جماعة يا جماعة ده مصطفى غربال جاي في فيديو في ماتش الترجي والوداد جاي حكم في في ماتش الترجي والوداد ماتشات الوداد بتحطي لها تقم تحكيمة على أعلى مستوى حكم مصري محمود عشور ومحمد عادل حكم مصري محمود عشور ومحمود البنة دي ماتشات الوداد سواء في ناجيريا أو في تونس حكام مصريين على أعلى مستوى حكام الترجي نفس الكلام حكام على أعلى مستوى ولكن مباريات الاهلي هتجام له بعض ده مش هيبقى على حساب الاهلي دي جزئية ليه علاقة مين بيجامل مين ومين عنده خلاف مع مين وكل واحد عايز يدعم رجالته دعموا رجالتكم بس مش على حساب الاهلي وحكام الخبرة اللي موجودين في قيمة البروفيشنال أنا مش بأتكلم عن حكام الخبرة اللي انتوا أعطون في البيت دول مع السلامة خلاص سيكازو بكاري جسامة الاهلي يا معانا منهم الاهلي يا معانا منهم ولكن في حكام خبرة موجودين فمسافة السكة انت عندك مشكلة انك مش قادر تعمل قفر لحكامك في قطع تذاكر السفر في الحصول على التأشيرات فبتصدر كل واحد هو وظروفه اللي قريب من جنوب إفريقيا يروح يحكم المطش اللي قريب من تونس والمغرب يروح يحكم المطش الحكام على فكرة بتصرف من جبها تذاكر السفر من جبها عكس البطولات الافريقية التأشيرة الحكم هو اللي بيخلصها بعلاقاته طب ونضمن منين علاقاته دي تبقى وصلة فين عشان يسافر الدولة اللي هيحكم فيها اضمن منين علاقات الحكم ده وصلة فين في الدولة اللي هيسافر فيها عشان يخلص التأشيرة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة يعني حكم سافر من مصر راحل مغرب خد التأشيرة امتى من المغرب عشان يطلع على جنوب إفريقيا وإحنا عارفين ان جنوب إفريقيا في سفاراتها تأشيراتها صعبة مش سهلة وعلى فكرة مفيش كفر بيغطي شغل الحكام في حجز تذاكر الصفر والحصول على التأشيرات عكس البطلات الإفريقية وانا عارف بقول ايه كويس او في النقطة دي متأكد من كل جملة بقولها في النقطة دي فالمشاكل في التحكيم انا حذرت من قبل ماتش الاهل وسيمبا وبحذر تاني قبل ماتش الاهل وسانداونز فيه نقاط كتيرة لايه علاقة ان فيه ازمات داخل لجنة حكام الكاف فيه ازمات في العملية التنظيمية اختيارات الحكام بالمجاملات تعالى بقى للنقطة الاسوأ من كل ده الناس بتقولك هو انا ليه لما بتفرج على المباراة ما بشوفش الفار بيستعين بالحكم او بيبلغ الحكم وكلر ينبلح في المؤتمر الصحفي على فكرة نوه للجزئية دي اقول لكم المفاجأة بقى فيه مشكلة في السماعات من الاخر فيه مشكلة في الكمنيكيشن سيستيم في تقنية الفيديو ادوات الفار ما فيهاش مشاكل ولكن التواصل ما فيش دعم ما فيش دعم في الكاميرات ما فيش دعم في السماعات أعزيتكم من الشعر بيت ماتش الترجي ماتش الترجي ومازينبي في تونس السماعات ما اشتغلتش ماتش سيمبا والاهلي في القاهرة في بداية المباراة اخرت خمس زي كان فيه مشكلة في السماعات ماتش الاهلي وسانداونز في جنوب افريقيا كان فيه مشكلة في السماعات ماتش الاهلي وسيمبا في افتتاحية البطولة كان فيه مشكلة في السماعات انا عارف بقول ايه كويس اوي ولو وصلت اللي احنا نطلب بين الاتحاد الافريقي يفرغ التسجيلات الصوتية اللي ما بين الحكام ممكن نعمل ده لان في مشكلة في التواصل ما بين الحكام وانا اديت امثلة في اربع مباريات اديت امثلة في اربع مباريات في مشكلة في الكميونيكيشن سيسم ونتمنى ان الاتحاد الافريقي ياخد باله من البطولة مش عايزها ما تلعبعاش تاني يعني انتوا من جواك وكده مش عايزين البطولة ما تلعبعاش تاني لكن ما تاخدوش الفرق فين الريفيو فين الاعادة فين الكاميرات اللي موجودة داخل الملب عشان تعيد لعبة زي دي انا عايز افهم يعني شركة سوبر سبورت لما تنتج مباريات الدور الافريقي في جنوب افريقيا وفي تنزانيا ايه المشكلة اللي عندها مع الفار في كاميرات الاعادة ايه المشكلة اللي عندها ان تكون السماعات سليمة ايه المشكلة انا مش قادر استوعب البطولة دي اتعاملت عشان حكتين والحكتين دول مشان اللي بقولهم ده بكلام رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي عايزين نطور الكرة في افريقيا عايزين نطور التحكين طبعا اتطور الكرة في افريقيا ازاي نعمل مسابقة زي دي عشان المحترفين الأجانب اللي بيطلعوا يلعبوا في اوروبا يلعبوا في افريقيا يلعبوا فين يا فندم ده الحكم البنيني اللي تعين ده عنده 38 سنة اتعين بدعم من الان اوجو رئيس لجنة حكام الكاف البنيني ايضا على فكرة ناس فكرة ان كوفي كوتجا هو رئيس لجنة الحكام لا ده مش صحيح كوفي كوتجا مش هو رئيس لجنة الحكام فيه آلان كوتجي ده راجل بنيني هو رئيس لجنة الحكام هو اللي جاب الحكم اللي كان بيدير مباراة انبارح حكم بيزوري يعني ده بيحكمشه مرشات كرة ده راجل بيحكم في الشارع كل لمسة فاول كل لمسة فاول فالاستهانة بحق نادي كبير زي نادي القالي في مباراة الدور الافريقي بصراحة اصبح امر غير مقبول مشاكل في الاتصال مشاكل في الكاميرات مجملات في التعيينات ماتش في جنوب افريقيا هات ماريا ريفيد من موريشيوس عشان منطقة كوسافة مع فيكتور جوميز ماتش اتحاد العاصمة هاته هي تلقى في الصورة يعني تتبروز بشكل كويس يا راجل ده انت جدتها في مباراة تانية حطيت معاه محمد عادل ايفار شوفوا الاستهانة وصلت لفن يعني هل ينفع مثلا تجيب حكم لسه صغير تلاتين سنة تحطه فار وتخلي جنبيه ايفار مصطفى غربال اكيد لا بعد السنين دي كلها لما كان محمد عادل فار وهي ايفار الاية تعكست بقت هي فار ومحمد عادل ايفار احنا وصلنا للمرحلة دي المجاملات في المناطق الجغرافية على حساب الانديال المصرية والحساب الاهلي حكم زيدان بارح ما ظهرش قبل كده على السحر تمانية وثلاثين سنة واقول لكم على مفاجأة تانية الحكم ده في عهد اللجنة السابقة لم يتم اسناد ليه اي مباراة في دور الابطال افريقيا في المباراة النهائيات من اول دور المجموعات دور التمانية لسيمي فينا اقول لكم على حاجة تانية اكبر من كده المساعد الاول البنيني اللي مبارح حسب تسلل على طاهر محمد طاهر الرجل ده توقف في عهد ايدي مايه اكتر من سنة بسبب اخطائه اتوقف اكتر من سنة فحكم مغمور مساعد اتوقف اكتر من مرة حكمة الفارب تتجامل عشان منطقة الجغرافية منطقة كسافة ايه ده جماعة ده ايه المعلومات اللي كلها اخطاء كارثية تدل مش عايز اقول ما بيعملوا كده عشان تظلموا الاهلي لا بس المجملات دي بتيجا لحساب الاهلي انتوا كده مش بالتوارد التحكيم في افريقيا انتوا كده بتظلموا النادي الاهلي لو انتوا قلقانين من صوت في المغرب فبتعملوا اله حساب لا الاهلي صوته يقدر يجيب حقه كويس جدا لعبة زي دي كانت طرد احمر طرد وكرتة احمر طرد مباشر وكرتة احمر ما فهاش نقاش فين الفر حدش عارف هل عنطلب بقى نسمع المحادثات ما احنا عايزين نعرف ماريا بتقول ايه للويس الحكم البنيني هل في مشكلة في السماعات ما عايزين نعرف عايزين نعرف الازمة اللي عندكم في افريقيا ايه بالزبط للازمة دي على فكرة احنا راحين على دورة ابطال افريقيا هي هي اللجنة هم هم الحكام عموما دي الكواليس والتفاصيل والنقاط اللي حبيت احطها لحضراتكم على طولة الحوار في برنامج التريند عشان تعرفوا ازمة الفار ومشاكل الحكام واللي هيحصل في الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر